السلام عليكم على كل البركاشنست في البلد انا مبسوط قوي باللي احنا بنعمله يا جماعة النهاردة هتكلم معيكو على حاجة مهمة فشخ لأي حد بيعب اقاع سواء بيلعب بقى جيمبي سواء بيلعب درومز سواء بيلعب أي قلة اقاع فيه تمرين معينة كده بتبقى مهمة قوي ان احنا نعملها عشان نفك ادينا والبركاشنست الشاطر هو بتبقى الموضوع عنده اكتر ما هي عضلات بالموضوع اعصاب وتحكم في اعصاب ايديك وصوابعك وكده فالحاجات دي بتبقى محتاجة تمرين التمرين دي فيه درومز وبركاشنست كتير قوي من حتات مختلفة في العالم اتكلموا عنها بس عشان احنا هنا فيوصل بالعربي فهنقولها بالعربي اول تمرين هو ان احنا هنقعد فردين دهورنا كده وهلمس الاتنين كوعي الاتنين يبقى لمسين بعض كده مش كده ولا كده هو كده وبعدين بعد one two three four one two three four one two three four وبفضل بكمل كده في الاول الموضوع هيبقى صعب هلاقي اداءة بتعمل كده وساعات اداءة بتعمل كده فلازم اعمله بمنتهى البطء خالص في الاول خالص لحد ما حس ان انا كل مرة بدرب نفس الضربة وكل مرة نفس الصوت بيطلع وكل مرة الموضوع بيبقى كويس انتو ده ورمب كمان هايل قبل الحفلات البركاشنست لو اعملوه هيلاقوا ان الدنيا بتفك جامد قوي قبل ما يخش يلعب فده من التمارين المهمة قوي ازاي بقى هنعمله اللذيست ف التامرين ده إن هو ممكن نعمله على مترونوم اللي مش عالف المترونوم ده المترونوم ده اول حاجة اللي بتقس لنا بيت وبيتقس بواحدة اسمها بي بي أم ستانس فور بيت الميترونوم ده هو جهاز صغير كده وبيتبع في محلات المزيجة كلها وفي نفس الوقت موجود أبليكيشن على آيفون وعلى سامسونج اللي يقدر يجيبوا على ده أو ده وسهل قوي فهنبتدي بسرعة 80 بي بي أم وفور باي فور احنا قلنا المرة اللي فاتت موضوع فور باي فور ده هو النهية كل ميجر بتبع أربع عدات فهي وان تو ثري فور وبترجع تاني زي البيتس اللي احنا متعودين عليها فودان اللي هو أسهل حاجة في الموضوع فهنبتدي بـ 80 بي بي أم هي قدي السرعة ثري and four and one two three four five six seven eight one two three four five six seven eight تمام هعمل كده شوية لحد ما بتدي حس ان كتفي بدأ يوجعني ورستي بدأ يوجعني وهنا كمان بدأ يوجعني فالأماكن اللي انا قلت عليها دي كلها هي دي اللي بتشتغل وإحنا بنلعب بالذات للبركوشنست أكتر من الدرومر اللي هي الحتة السدر والكتاف وكده بتبقى بتشتغل أكتر عندنا اللي بيلعب جيمبي بالذات جيمبي عنيفة شوية اللي احنا هنعمله إيه؟ نحنا بنعد تمن عدت تنيني one two three four five six seven eight العدت تمنى دي بقى كده يبقى أنا خلصت واحدة بعد كده هبتدي تاني التمانية التانين هعتبر ان أنا كده تنين عشان نوضح الموضوع one two three four one two three four five six seven eight كده واحد نين تلاتة بقى خمسة ستة سبعة تمانية نين تلاتة عشان بدل معه ده أعد بقى الموضوع ده بقى أنا هاحفز في ودني التمن عدت دول بيبقوا عمليون إزاي يعني دول كده التمن عدت كل ما هعد أكرر وأنا بعد بعد شوية هيثبت الموضوع في دماغي وهبقى عارف خلاص ان دول تمن عدت من غير معدهم وهكذا في الأربع عدت النص هبقى عارف ان دول أربعة فممكن في ناس تحزبها ان واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة دول كده بقى قوم تمانية فازاي بقى بدلا من غير معد ازاي هبقى عارف ان هم دول كل مرة أول واحدة بقول 1-2-3-4-5-6-7-8-2-2-3-4-5-6-7-8-3 فعند كل 1 بخليها أعلى من الباقي تمرين ممل قوي بس اللي انا عايز اوصله هو ان انا لو بدأت بالسرعة دي وبعد كده بقيت خلاص وصلت للحتة ان انا بقى عارف ان انا اضرب كل ضربة في مكانها صح هسرع التمبو شوية فهنخليه مثلا مية تمام وزي ما قلنا بقى كل تمن عددت هنعملل الوان الجديدة 1-2-3-4-1- تمام بعد كده بصرع اكتر هخلي مثلا انا باوريكو الطريقة بالزبط اللي المفروض هتمشي بيها على مدار كزا يوم يعني مش هو ده اللي مش هبقعت في قاعدة وبعمل تمانين بحكية مية مية وعشرين لأنا النهاردة عملت تمانين ودرعتي وضعتني وريحها بعد كده بكرة هعمل نفس الموضوع كده بعد فترة كبيرة ما خلاص بقيت متمكن من السرعة دي هعمل اي بقى هدبل التمبو يعني ابتدي هعمل السرعة اللي احنا شغالين عليها دلوقتي دي مية وعشرين فانا دبل التمبو بتاع اللي هو ميتين واربعين دي بي ام دلوقتي الحتة اللي جاية دي ممكن تبقى للناس اللي تمرنت شوية وبقالها شوية بتتمرن فهتبقى عاملة ازاي واحد ده تمران مهم اوي 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 بعد ما اتمرنا على هذا التمرين اخر مهم قوي من غير قيلة وهو احنا كده ده ايدي باينه في كده باينه هو ان انا بحط ايدي كده على جنبي او على كونجا او على تربيزة او على ركب اي حاجة و برضو بحاول ان اي حاجة اي تمرين بقى هعمله انا بالترك للغاية فى احنا نناعم العافية يجب ان ايضا اجب ان واترك ان اطلع ان ازل ان تنبيب م qualquer اكثر اشماع اجب ان اق tall ويجب ان اج Stu كو ان دиб Belig ولكن اقشي ابن بوافل الان ا misery سوف أقوم بعمل هذا الوقت بعد قليل ستجد الحتة بدأت توجع ونحن نشعر أن الحتة تبدأ مثل النار ولكن ستقوم بعملها